جميع البائزين حب أوفر للذين لم يحالفهم الحظ في المرات القادمة أما الآن فأترك الكلمة مباشرة إلى زميلي محمد بن بريك المري ليتوصل معكم بتعليق على مجريات هذا الشوء بسم الله الرحمن الرحيم وبهي نستعين مشاهدنا الأعزاء أيها الحبي الكريم مستمعين الكرام أسعد الله مساءكم بكل خير أحييكم أجمل تحية وأرحبكم أجمل ترحيب من هنا من ميدان التحدي يسعدني ويشرفني أن ألتقي بكم مرة أخرى وأهلا وسهلا بكم أينما يصلكم إرسالنا عبر أدير الـ FM 88.6 أو قناة الهجن أو قناة الدوري والكأس أن ناقل معنا لهذا الحدث مشاهدين الأعزاء حفلنا الكريم انطلق قبل قليل الشوط الثالث في المجموع الشوط السادس في المجموع وهو الشوط الثاني المخصص للحيل في هذا المساء وما هي إلا لحظات ونوا فيكم بالخمس مراكز المتقدمة ففي مقدمة الشوط في هذه اللحظات المتعدة لزايد بن محمد بن زايد الخيارين ونوار بن دخيل الله العتيبي في عملية التضمير وفي ثاني المراكز في هذه اللحظات فريدة لسلطان بن خليفة بن زاهرة الخيالي القادمة من دولة الإمارات العربية الشقيقة لتشاركنا فمرحبا بالضيوف على أرضية ميدانهم وبين أخوانهم وفي ثالث المراكز هناك الشاهينية للسندباد صالح بن حمد القمرة في المركز الثالث شعار السندباد مع الشاهينية لصالح بن حمد القمرة وعملية التضمير عند السيد حمد بن سالم بن جهوين وفي رابع المراكز الدوحة لعبد الله بن سعيد المسند وفي خامس المراكز هرماسة لهرماس بن حسين العطوي في المركز الخامس ونعود إلى مقدمة الشوط إلى مقدمة الشوط ومع المتحدة لزايد بن محمد بن زايد الخيارين شعار الإنجازات يقود الجمع في هذا المساء مع المضمر الكبير الغدير نوار بن دخيل الله العتيبي ها هو في مقدمة الشوط نتمنى له التوفيق ولكن المسافة طويلة وباقي على خط النهاية من هذه اللحظات ستة كيلو مترات الله يكون في عون المعلقين وكذلك في عون المضمرين ولمن نموس هذا الشوط لمن نموس هذا الشوط أين سيتجه لعزبة من وننوه بأن هذا الشوط أيضا من أشواطنا التأهيلية لدول مجلس التعاون الخليجي فالأربع مراكز تتأهل مباشرة للتمثيل في المحافل الخارجية وخلونا مع المتحدة المتحدة لزايد بن محمد بن زايد الخيارين ونوار بن دخيل الله العتيبي في يقودها في هذا المساء أسعد الله مساك يا نوار أسعد الله مساك وفي ذاني المراكز ونداءنا الثاني في ذاني المراكز في هذه اللحظات قدوم قدوم وتسلل تسلل تسلل من العنود لمحمد بن حمد بن جهوين وعرفها شخصيا ولها نقطة في ميدان عرية في السباق الماضي نتمنى لها التوفيق في ميدان الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود على أرضية عرية فازت بنقطة وكنت أنا متواجد هناك وشهدت انتزعت الشوط لسن الحيل وخلونا مع ثالث المراكز في هذه اللحظات في ريدة لسلطان بن خليفة بن زاهرة الخيالي ورابع المراكز رابع المراكز مع الدوحة لعبد الله بن سعيد المسند وفي خامس المراكز هاتلي لقطة على خامس المراكز يا مخرجنا بعيدة نوعا ما مياسة لحمد بن جهوين المري ونداءنا الثاني أكملناه كاملا مكملا على مسامعكم مشاهدين الأعزاء ونعود إلى المتحدة السلالة العريقة سلالة المتحد تقود الجموع في هذا المساء وتقود هذا الشوط قيادة حكيمة والثلاثة كيلو مترات قطعناها وما باقي إلا الخمسة كيلو مترات الخمسة كيلو مترات وأوعدكم بمنافسة وأوعدكم بحرب في نهاية هذا الشوط بمعركة معركة ستدور رحاها عند اللوحة الكيلو متر الأخير وما هي إلا لحظات وتنتصف المسافة أمام فريدة وأمام فريدة ولكن أشاهد في هذه اللحظات في هذه اللحظات تسلل تسلل ولكن فريدة ما زالت في مقدمة الشوط في المتحدة 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 لزايد بن محمد بن زايد الخيارين مع المضمر نوار بن دخيل الله العتيبي وأبو محمد مركز في هذا المساء وفي ثاني المراكز بريدة لسلطان بن خليفة بن زاهره الخيالي وكما ذكرت قادم للمشاركة من دولة الإمارات العربية المتحدة ونكرر الترحيب بإخوتنا من دول مجلس التعاون فأهلا وسهلا بالجميع وثالث المراكز هناك العنود لمحمد بن حمد بن جهوين المري وفي رابع المراكز في هذه اللحظات الدوحة لعبد الله بن سعيد المسند وفي خامس المراكز مياسة لحمد بن جهوين المري لم يحدث أي تغيير منذ الانطلاقة على هذا الشوط الخمس المراكز الأولى نفس ما هي ونعود إلى مقدمة الشوط ومقدمة ساخنة مقدمة ساخنة ومقدمة ساخنة في مساء هذا اليوم وما زالت المتحدة ما زالت المتحدة بنت المتحد اللي ما خل خط ولا خل سيارة ولا خل طيارة إلا خلتها بنت أو ولد المتحد يعطين المتحدة في هذا المساء وانتصفت المسافة أمامكم يا مشاركين وأمام الأخوة أمام الأخوة المشاهدين انتصفت المسافة وعادت مرة أخرى عادت المتحدة يا السلام للسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين تقل الشعار لشعار السيد زايد بن محمد بن زايد الخياري في مقدمة هذا الشوت وأشاهد في هذه اللحظات التدخل التدخل من قبل فريدة فريدة لسلطان بن خليفة بن زاهر الخياري وثالث المراكز العنود العنود لمحمد بن حمد بن جهوين المري وكما ذكرت مرشحة وفي رصيدها سبق في ميدان الملك فهد وهي تريد أن تحقق النقطة الثانية في هذا الموسم وثأ رابع المراكز الدوحة لعبدالله بن سعيد المسند وخامس المراكز ما زالت في خامس المراكز مياسة لحمد بن جهوين المري واشتعلت المنافسة من هذا المكان وفي هذه اللحظات منافسة مبكرة 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 على مقدمة وعلى صدارة هذا الشوت اللي انتقلت فريدة فريدة وهي فريدة بشعارها فريدة وابمالكها فريدة واباسمها فريدة لسلطان بن خليفة بن زاهر الخيالي يقود هذه المسيرة ولكن الله يعينك يا الخيالي من اليمين ومن اليسار هناك ضغوط 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 والخوف في هذه اللحظات من العنود والثلاثة كيلو مترات الثلاثة كيلو مترات وبدل جد من هذا المكان وأيضا تعود تعود إلى المنافسة تعود المتحدة سلالة المتحدة أسعد الله مساك يا مصلط يا بشعيفان مالك المتحد نبعد له السلامات من هذا المكان وفي رابع المراكز هناك هناك الدوحة لعبدالله بن سعيد المسند وفي خامس المراكز بعيد نوعا ما وأعتقد من واقع الشعار مياسة لحمد بن جهويل المري ونعود إلى صدارة هذا الشوق ونداءنا الخامس أكملنا على مسامعكم كاملا مكملا وما زالت فريدة 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 لسلطان بن خليفة بن زاهر الخيالي العاني من دولة الإمارات خصيصا للمشاركة نتمنى له التوفيق نتمنى لهم التوفيق وأحرج الشوط الرئيسي قبل قليل ويريد النقطة الثانية في مساء هذا اليوم إذا بتسمح للعنود وكذلك المتحدة وكذلك المتحدة ونقلتنا يا مشاهدين الأعزاء ننتقل بكم إلى المركز الرابع في هذه اللحظات ما زالت الدوحة لعبدالله بن سعيد المسند وفي خامس المراكز مياسة لحمد بن جهوين إذن المركز الثالث والرابع لم يطر عليها أي تغيير وهناك هناك خلونا في مقدمة الشوط شوف شيء أشوف شيء في مقدمة الشوط هناك المتحدة المتحدة تحاول أن تعيد حقوقها المسلوبة والمنهوبة في هذا الشوط وعادت بالفعل عادت المتحدة ولكن 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 فريدة ما طاعت ما سلمت فريدة لخليفة بن زاهر الخيالي وغيرت في هذه اللحظات غيرت غيرت المتحدة 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 وتحمل شعار السيد زايد بن محمد بن زايد الخيالين تريد أن تذهب بالسلامات إلى عزمة زايد بن محمد بن زايد الخيالين اللي يحتفلون في مساء هذا اليوم بفوز المتحدة في هذا الشوط وأيضا نوار بندخيل الله العتيبي وحرك يا أبو محمد حرك الكيلو ونصف المتر الأخير الالف وخمسمائة الأخيرة الله شكرا باسم الجماهير أشكر السيد نوار بندخيل الله العتيبي استجاب 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 للنداء وما شيء خطورة ولكن الخوف 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 من صاحب المركز الثاني فريدة فريدة لسلطان بن خليفة بن زايد الخيالي ويا السلام باسم الجماهير باسم الجماهير نشكر نشكر زايد بن محمد بن زايد الخيالين ولا ننسى دور بوحمد المضام الروح يا بوحمد إذا أردت هذه النقطة فروح والخوف الخوف الخوف من ضيوفنا اللي رافع رأية التهدد فريدة وما شيء أمان إلا بعد خط النهاية ما في أمان أبد أبد هذه الرياضة ما فيها أمان إلا بعد أن تتجاوز البودرة وخط النهاية وما زالت فريدة وزالت المتحدة بشعارها الفريد وبشكلها الجميل الله تقود الجميع وتقود الجميع لسيد زايد بن محمد بن زايد الخيارين ومع مضمر كبير وقدير نوار بن دخيل الله الاعتابي له إنجازات وروح يبو حمد روح روح يبو حمد وشاهد القدوم واصلينك ضيوبنا ولكن حتى هذه اللحوات ما شيء خطورة فريدة فريدة المتحدة 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 والخمسمائة متى الأخير غلطونا الإخوان غلطونا الإخوان والمتحدة ما زالت المتحدة بنت المتحد كما ذكرت لكم المتحد المتحد اللي ما خل سيارة ولا خل طيارة إلا ودأس عليها ما خل خط إلا وخذتها المتحدة ما خلت مكان إلا ودأس على وجه لها إنجازات المتحدة لها إنجازات ما خلت خط ولا خلت مكان إلا فازت ولها إنجازات المتحدة في هذه اللحظات حبيبات الرمر تتراقص طربا أمام المتحدة وخط النهاية يقف احتراما احتراما للمتحدة للمتحدة ونزف التهاني من هذا المكان لزايد بن محمد بن زايد الخيارين على فوز المتحدة إن واصلت على هذا المنوال إن واصلت على هذا المنوال المتحدة 300 متر أخيرة ولكن الخوف 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 وقدركم ما في أمان ذكرت لكم ما في أمان فريدة فريدة وصلت فريدة وبعد أن هنينا وزفينا التهاني فريدة تقترب لمن فأموس هذا الشوط 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 المتحدة الشوط الشوط المتحدة 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 وبن قمراء قادم وكذلك ضيوفنا قادمين يا الله لمن هذا الشوط بن جهويل بن جهويل قادم بن جهويل الشاهينية بصالح بن حمد القمراء لمن نموس هذا الشوط 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 المتحدة الشوط المتحدة حيوها حيوها تستاهل تستاهل التحية ويستاهل السلامات زايد بن الحمد بن زايد الخيارين وكذلك أنوار من دخيل الله العتيبي مشكور مشكور شوط للفعل حماس ثاني المراكز الشاهنية لصالح بن حمد القمرة والتضوير عند حمد بن سالم من جولة ذالث المراكز وذالث المراكز بريدة لسلطان بن خليفة بن زاهر الخياري الله يقول الحق ما قصرت ورابع المراكز هرماسة لهرماس بن حسين العطوي وخامس المراكز الدوحة لعبدالله بن سعيد المسند والأربع مراكز تتأهل مباشرة إلى درهم إلى المشاركات الخارجية وهذه لحظات وصول المتحدة قطعت ثمانية كيلو مترات في 13 دقيقة 18 22 ثانية 21 جزء من الثاني تهلين وألف مبروك لزايد بن محمد بن زايد الخيارين وإلى المضامر نوار بن دخيل الله تابي ثاني المراكز وصلت الشاهنية لصالح بن حمد القمرة قطعت المسافة إلى 13 دقيقة 23 ثانية 19 جزء من الثاني تهلين لحمد بن سالم بن جهوي وثالث المراكز وصلت فريدة قطعت المسافة إلى 14 دقيقة 24 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية ثمانينا أول مبروك لسلطان بن خليفة بن زاهرة الخيارين على فوز فريدة بيهذا الشهد المركز التالي هو لكل الأخوة الفائزين أما في هذه اللحظات مشاهدين مستمعين الأعزاء أنقل ترجمة نانسي قنقر